رحب بضيفي في استوديو سيد بسيم معتر رئيس منظمة عتيد مرحب بيك وعلي شك شكرا على الاستضافة تحية ليك ولكل مستمعي مزيك كفاء شكرا ليك أيضا على قبول الدعوة وعلى حضرك معنا اليوم سي بسيم نتحدثوا على الأمر الرئيسي الأخير اللي صدر عن رئيسة الجمهورية ودعا فيه سيد رئيسة الجمهورية التوينسة للانتخاب للانتخابات الرئيسية ومستها أكتوبر نتحدثوا على قراءتك لهذا الأمر في علاقة أساسا بالروزنيما وبالإطار التشريعي لأنه صار حديث على فكرة أنه ليس هناك قانون انتخابي مستلهم من دستور 2022 وبالتالي ما على الهيئة فعله على ما يبدو لجأة الهيئة إلى تنقيح قرارها الترتيبي من أجل تنظيم الانتخابات القادمة في 6 أكتوبر فعلا هذا هو تولي اكتشفناه يوم الخميس الفارط بعد الندوة الصحفية للهيئة الأولية المستقل للانتخابات وبمتابعة الندوة الصحفية لأنه إلى حد الآن ما زال ما تمش نشر القرار التنقيح والقرار الترتيبي اللي خص الروزنيما على الأقل أنا ما زال ما قيتوش في الموقع الهيئة وحتى في الجورد يبدو أنه ما زال ما مصدرش لكن بمتابعة ندوة الصحفية بعد مصدر الأمر الرئاسي واللي طبعا احترم أنه موعد الانتخابات الرئاسية يتم في الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة النيابية يوم 6 أكتوبر هو ما زلنا في هذا المجال لكن كنا تحدثنا سابقا أنه كان من المفترض أو من الأفضل أنه يكون عندنا علم بهذا الموعد بصفة مسبقة نظرا لأنه الأعداد لأي انتخابات ومنها الانتخابات الرئاسية وخاصة الانتخابات الرئاسية اللي ما زالت في المخزون الاجتماعي التونسي أو الثقافي التونسي تحظى هي بأكثر نسبة من الاهتمام وربما الانتخابات هذه مش يكون امتحان للانتخابات نفسها هل ستحظى بنفس الاهتمام اللي أحظات به في دورات سابقة بطبيعا تحثوا بعد 2011 اللي قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها قامت هي من خلال تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 التنقيح هذا يهم بالخصوص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية نظرا وكنا دعينا سابقا أنه السبيل القانوني اللي ينصح به جميع خبراء القانون تقريبا اللي سماعتهم أو أغلبهم هو عملية تنقيح للقانون الانتخابي لملاءمته مع الشروط الجديدة اللي جئت في دستور 2022 نحن الدستور 2022 بطبيعة تمت المصادقة عليه تقريبا استفتاء عليه في 25 جوليه 2022 وكان ثم من الحيز الزمني الكافي باش تكون ثم مبادرة أما من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو من عشر نواب المجلس والشعب لملاءمة هذا القانون هذه الشروط الجديدة اللي جئت في الدستور في الفصول خاصة 88-89 وخاصة 89 مع القانون الانتخابي هذا ما تمش للأسف ما الفرق بين أنه يتم تنظيم انتخابات عن طريق قانون انتخابي أو عن طريق تقرار ترتيبي يقولك في الهيئة العليا المستقل للانتخابات كان يضيفنا النطق الرسمي باسمها سيد تليلي المنصري اللي يقولك في نهاية الأمر احنا نقحنا في جانب الشروط لأنه هذا هو الجانب تقريبا الوحيد اللي يلزم فيه اللي يجيب فيه الدستور معناه شروط جديدة اللي ترشح لرئيسة الجمهورية فما الجده من أنك تعمل لقانون ولا تعمل أمر ولا تعمل قرار في نهاية الأمر الأهم هو تنظيم انتخابات شوف أهل القانون في تونس عندنا يعني مدرسة قانونية كبيرة برشا وعندها ثقافة قانونية واسعة فش يقوله يقولك اليوم تقريبا تم القفز على الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب بقرار ترتيبي وين صار القفز هذا؟ يقولوا أنه في الفصل تسعة وثمانين من الدستور تم إحالة أنه الشروط يتم يعني أو يتم تأكيدها بما يضبطه القانون الانتخابي اليوم ما أصبحش ما يضبطه القانون الانتخابي لأن القانون الانتخابي ما تمش تنقيحه أصبح ما يضبطه القرار الترتيبي هذا القفز هذه عملية القفز يعتبرها سابقة وهي سابقة يعني من الناحية القانونية المفترضة ما تصيرش لأنها ربما تؤسس لأمور أخرى تكون معنات فيها ربما تجاوزات أو ربما يعني بعد ما جاب الشروط الجديدة أحال إلى القانون الانتخابي فإذن اليوم مشنوع عنا عنا قانون الانتخابي ما تمش تنقيحه إذن فيه شروط وعندنا قرار ترتيبي تمت ملائمته حسب تعليل الهيئة العلية المستقلة للانتخابات بما يتلائم مع الدستور وكأن تعليلها تقول الدستور هو علويته أكبر من القانون الأساسي لكن أهل القانون يقول لا مفترض ما يتمش هذا القفص ما لمشوش لهذه الطريقة هل أنه تراخي من الهيئة ولا تراخي من المجتمع المدني ولا من رئيسة الجمهورية وألم المجلس النواب الذي لم يطالب أيضا بممارسة صلاحيات في هذا الموضوع لم يقل يلزمنا نقح قانون الانتخابي حتى يتلائم مع الدستور 22 وبالتالي يمكن أن نظم الانتخابات القادمة بسبيل قانوني صحيح ما نعرفوش بالتراخي ولا مش تراخي لكن ثم قراءة ثانية ويتحثتوا عليها البعض يقول لك لا مش لازم معناتها التنقيح ما هو شو معناتها السبيل تجد تكون الملائمة من طرف الهيئة العليا لمستقل الانتخابيات وعلى كل حال الهيئة هي نفسها قدم التعليل لهذا الإجراء اللي قامت به يبقى هل سيتكون عند تبعات أخرى قانونية ربما يكون مش يطعام فيه المسار هذه الثانية ونعرفوش حتى مش يكون موقف المحكمة الإدارية في صورة ما تم الطعن في هذا شوف سلامة المسار تعطينا سلامة النتائج النتائج وسلامة كل ما ينطلق منه سلامة المسار فيه جوز أشياء السلامة القانونية والسلامة الإجرائية فاليوم ربما هذا النقطة هذه عكرت بعض الشيء ونشوفوه طبيعاتها وانت كنت تحدث حتى قبل على ضرورة أنه تكون هناك إعلان من الهيئة العالية المستقلة للانتخابات على تنظيم انتخابات رئاسية ثمانية أشهر قبل موعد الانتخابات تقولوا أنه ثمانية أشهر هو كفير بأنه يصير النقاش والحديث السياسي والناس اللي لهانية الترشح تتحدث وبالتالي يكون حتى هناك الجاهزية والمناخ الملائم لانتخابات رئاسية حتى بالنسبة للناس باش تختار و باش تقرر لاش كون باش تصوت فعلا مفترض باوه ثمانية أشهر أو بضعة أشهر على كل حال هي الهيئة مش المسؤولة المباشرة على يعني هي فقط تم استشارتها بالنسبة لموعد الانتخابات ربما اليوم السلطة كان من المحبذ أنها تؤكد الموعد النهائي للانتخابات قبل مدة كافية لتمكين جميع المتدخلين في العملية الانتخابية بداية من المواطن اللي هو يعني العنصر الأساسي في هذه العملية إلى المترشحين إلى المجتمع المدني لأن المجتمع المدني يولوما هو التجهيز لعملية انتخابية فيها جانب بشري وفيه جانب قانوني وفيه جانب مادي الجانب المادي راهو يتعثر ويؤثر على كافة العمل متى المجتمع المدني كيف تتأخر هذا الأعلان لأنه اليوم نحن في شهر تقريبا جويلية إذا اليوم مش نبحث على ممولين لهذه العملية الملاحظة والمتابعة فأصبح الأمر تقريبا صعب وصعب جدا رب يعونا إن شاء الله نلقاه بما يمكننا من تجهيز وأعداد عدد كبير من الملاحظين وهذا هو الصعوبة ومش تكون نفضل إحنا كمجتمع المدني دائما أن نرطيه أكثر عدد من مراكز الاقتراع في الانتخابات السابقة في الانتخابات التشريعية لاحظنا تراجع لدور الملاحظين ونقص زاد العدد الملاحظين في مختلف البيغوت بوت معنا في نهاية الأمر هل هذا يعني نفس الشي نستنيه نفس المشهد أيضا في الانتخابات الرئاسية الخاضمة ما نجمش نعمل علاقة سببية مباشرة لكن نقول نقول ونأكدها أنه الزخم الذي كان موجود في 2011 و2014 للأسف من 2011 و2014 بدأ ينقص وينقص وينقص اليوم وصلنا إلى نسب مشاركة ضعيفة في العلقل في تزوز مواعيد الأخيرة وضعيفة برشا مش تتمر نفس القصة في نفس المنسبة المشاركة في هذه الانتخابات أم لا نقول ثم معطى أنه الناخب التونسي يهتم أكثر بالانتخابات الرئاسية وشوفناها حتى قبل 2022 بالرغم أنه منصب الرئاسة في هذا الوقت ما كانش هو المنصب المحول وكان ثم تقاسم للسلطة اليوم ما رجعنا للسلطة يعني النظام الرئاسي بالأساس فهل سيعود الاهتمام؟ هل ستمكن هذه الأجال الموجودة في الرزنامة الانتخابية من أعطاء الفرصة للمترشحين للناخبين من المشاركة كبيرة وهامة في مختلف مراحل العملية الانتخابية خاطر العملية الانتخابية مش كانش يوم الاقتراع وهو ثم مناخ كامل ثم أشياء كثيرة تصير قبل يوم الاقتقاب ويوم الاقتراع اللي هي تخلي يوم الاقتراع يكون عرص واللي يكون يعني يوم يمر مرور الكرام بالنسبة عادية والنسبة ضعيفة وذلك ما يخدمش بطبيعة أي مسار هل يمكن أن يكون الاقبال ضعيم على الانتخابات الرئاسية؟ والحال أنه التوانسة من الشعوب اللي تقبل جدا على كل ما هو انتخابات رئاسية وكان الاقبال زادة معناها قياسي في الدورات السابقة كان في 2014 أو 2019 هذا ليس نكتشفوها التوكال لاحقا لأنه الأعداد من المترشحين في انتخابات سابقة صحية حتى أنا معنا أنت أعتبر مرتفع المرة هذه ما نحنش عارفين بالإجراءات الجديدة بالرزنامة الجديدة هل ليس يكون عنا عدد كبير متع مترشحين وعلى الأقل هل ليس يكون عنا عدد هام متع مترشحين مقبولي الترشح متاح لأنه إلى حد الآن سمعنا عدد بسيط جدا من المواطنين أعنوا نيتهم في الترشح لكن العدد هذا ما زال بسيط والبعض منهم حتى عنده صعوبات خاطر حتى في السنوات اللي فاتت اللي صارت فيها أنت خابت رئاسية فما تهكم حتى من التوينسة على بعض المترشحين اللي يعني يقول لك ذاك على خطر حلين الباب وعلى خطر أن ترشوفها ميش جدية في المترشحين للرئاسة ومشينا في إجراءات أو مواقف قصوية يعني شنو قلق الناس بضبط شنو قلق الناس يترشحوا 30 أو 40 هو مواطن تونسي أتيح للقانون أنه يترشح إذا عنده برنامج وعنده ميقول وعنده ميذي في البلاد هذه فتونسي نشوفه حظه شنو يعطيه وقدرته على إيصال برنامجه وقدرته على إدارة حملة انتخابية صحيحة وقدرته على إقناع الناس فما سماش علش نخافه ونتفجعه والحجاب أنت هكم السخرية من المترشحين أحسن من غيابهم صحيح بالضبط هذا هو معنات فضلوا أن يكون موجود عدد معقول من أوهام من المترشحين وبعض الغربال أو غربال الصندوق وغربال الحملة الانتخابية وغربال الإجرائيات والمناظرات أكيد جدا وكل أشكال الحملة الانتخابية بشتعطينهم مدى احترام القانون أثناء الحملة الانتخابية ومدى احترام تمويل الحملة الانتخابية هذا كل الزخم هو اللي بشتعطين المواطن فكرة في غياب كل هذي كيف تكون حملة انتخابية بهتة وحملة انتخابية ما هي بالزخم الهائل وبالتواصل مع الناس وبالبرامج الحقيقية لتتماشى مع الوظيفة المترشح لها أو المجلس المترشح له المترشح هذا يكون بشي أثر أكيد مشي أثر على نسبة المشاركين في الأخير مشي أثر على هكذا الزخم ما حنعرف التونسي ولد صغير رحو عمره 14-15-16 سنة في فترة ما كان يأثر في عائلة كاملة كيف تصل له المعلومة يمشي أثر على أبوه على أمه ويعطيهم المعلومة هو يوصلها لهم فكل أشكال وكل مواطن تونسي هو مستهدف مش فقط حتى يعني اللي عنده صفة النخب وكان من المفترض إعطاء هذه الانتخابات هل هناك نقاط لازمة المتوفرة في أي مناخ انتخابي اليوم متوفرة أو ألا لا يعني أنت تحدثت على جاهزية المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات تحدثت على جاهزية المترشحين تحدثت على ضرورة النقاش والحديث في نقاط مختلفة حتى توصل المعلومة أيضا للمواطن بشي يفهم ويعرف لشي كون بشي صوت وشي كون بشي اختار وهذا كله يصنع المناخ الانتخابي هل تعتبروا أنه اليوم كمجتمع مدني كملاحظين عندكم طوى تجربة من 2011 لليوم في مراقبة الانتخاب؟ تعتبروا أن هناك عناصر التي تكون المناخ الانتخابي في تونس ولا تعتبروها منقوصة وبأي نسبة؟ شوف ثم أهم عنصر للأسف معاش موجود بالصفة الواضحة وهو التشاركية التشاركية في أي مسار انتخابي بين السلطة بين الهيئة العلية المستقبل الانتخابيات بين الإعلام وبين المجتمع المدني من أهم الأشياء لمشتعة هذا الزخام نحن اليوم للأسف هذا المبدأ التشاركي ضعف وضعف بنسبة كبيرة برشاة نشوفه في القوانين تهبط ونشوفه في أوامر تهبط لكن مثلا ماشي استشارة مثلا ماشي تشاور ونقول وندعو إلى عودة لهذه القيمة الجيدة والهامة هي قيمة التشاور والحوار قبل بداية الإنجاز وقبل إصدار القوانين رأوا نجموا نبهوا بعضنا إلى أشياء إلى معلومات إلى وقاع نجموا من خلالها نتفدوا عدة أشياء سيئة ثم مبدأ هذا كيف كيف يخلي انخيرات أكبر لأكبر عدد من المواطنين نحطك في 2011 و2014 كنا الجمعية تعديد تلاحظت تقريبا 5-6000 الملاحظة الملاحظين هذوما كنا نعملهم تكوين تكوين على الشأن الانتخابي وعلى الشأن الديمقراطي بصفة عامة اليوم للأسف ما نحنش قادرين مش نقوموا بالدور هذية بنفس الزخم فهذية في حتى هدى ش عندكم الملاحظة كان من نتصور مع التطوع قاعدين نحطوا في الاستراتيجية متاعنا مش يكون حولها 500-600 الملاحظة من خمس آلاف بالطبع من خمس آلاف إلى خمس آلاف بطبيعة بطبيعة تم أشوف ثم مبدأ التطوع للأسف تقهقر بصفة كبيرة برشا يعني الأمال اللي تعلقت على الثورة التونسية في هيكل وقت واللي خليت برشا ناس تجي هي وتدقوا الباب ونحب نشارك ونحب نلاحظ ونحب نفهم أكثر نظمن أنا من خيرين منحبش ربما نترشح لكن نحب نظمن أنه تكون الناس ليوصلوا الانتخابات لمجالس المنتخبة أو لمنصب رئيس الجمهورية أو أي منصب كان يكونوا بطريقة نزيهة شفافة وديمقراطية فهذه الزخم كله نقص ورهو يأثر وإذا مش بالبرشا مش يأثر أكيد على نسب المشاركة كنا أقبل مع الهيئة العليا مستقلة الانتخابات نقوم بحملات توعوية مشتركة وقمنا بعديد معنات الحملات اللي تخلي وتفهم إنه فمش عمل مع الهيئة للأسف إلى حد ما تمش الاتصال هي لتدعوكم ولا أنتوما لتطلبوك والله أقبل كانت هي لتدعونا فكانت هنا برامج ومولى وفيها عمل مشترك وكنا نمشي ونطوع في مختلف جهات الجمهورية يعني جماعة العتيد موجودة في كل الولايات فهذا كيف زادا يأثروا تأثير سلبي وأنا أقول راهو ديما المجتمع المدني وجود وفاتحي دي باش يقوم بالدور الإيجابي مع الإعلام لأنه هذا هو الدور التكاملي ما بين الإعلام ما بين المجتمع المدني بصفة عامة ما بين الهيئة العليا لمستقلة الانتخابات والهدف المتاعي الأساسي هو التثقيف والثقافة المشاركة والثقافة الانتخابية والثقافة على شأن الديمقراطي بصفة عامة اللي هي مش تعطينا مواطن واعي يمشي للصندوق يمشي بطريقة واعية وربما مواطن هذي يتطور ويكون هو نفسه فيكتور ويزيد وعي ناس أخرى وانتي ماشي في الإطار هذا نتحط على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لعل من أهم هذه الشروط هي البيتخوة اللي برشا يتسائلوا على إمكانية الجسدية للناس اللي في الحبس واللي يحبوا يترشحوا لرئاسة الجمهورية أو عبروا على نياتهم أيضا في الترشح لرئاسة الجمهورية قل كيفاش بش يتحصلوا على البيتخوة وكيفاش بش ياخذوا التسكيات كيفاش بش يتحصلوا زادة حتى على الجنسية كيفاش ترى والنقطة هذه هل أنه من دور الهيئة إنها توضح إجرائيا كيفاش ياخذوا أوراقهم ولا كيفاش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاءت بمجموعة من يعني الشروط اللي لأمت بها القرار الترتيبي عدد 19 لم تضعها الهيئة وضعتها وضعها رئيس الجمهورية في الدستور بضع ثم بطاقة العدد الثلاثة ماشي موجودة في الدستور لكن هي أضافتها وعلت بذلك لأنه مش توضح هل أن المترسح تنطبق عليه الفصول 161 و 163 جديدة من القانون الانتخابي لتتعلق بتمويل أجنبي للحملة الانتخابية أو بأعطاء رشاوي أو حشك مناكي والحقوق المدنية بطبيعة والسياسية والفصل 30 من المجلة الجزائية اللي يتحدث على المحكوم عليهم بأكثر من 10 سنوات سجن وليتم التحجير عليهم فهذه هي الأشكال ابقاء اليوم بصفة عامة رغم المواطنين للكل اللي في السجن وليمش في السجن مش تكونوا قضية بصعوبة لأن الإجراءات أو الشروط أو الوثائق المطلوبة في الإطار الزمني الموجود تعتبر نوعاً ما صعبة وهاتنا نرجع للرزنامة احنا الرزنامة بتاعنا تعطينا أنه انطلاق عملية تقديم الترشحات مش تكون من 29 جويلة إلى ستاوت 29 جويلة تقريباً بعد 20 يوم بالضبط في أقصى حد مش يقدم الترشح انطلاعه هو ستاوت يعني تقريباً شهر في شهر يجب أن يتم أعداد كل تلك الوثائق المطلوبة وثائق تعلق بالجنسية بتقعدة ثلاثة المطالب المعرفة بالأمضاء التصريح على الشرف جميع الوثائق الأخرى اللي لازم تنكيزهم يعدهم وفي نفس الوقت يأما ياخذ تسكيات من مجلس نواب الشعب أو مجلس الأقاليم والجهات عشرة تسكيات أو ياخذ 40 تسكية من رؤساء المجالس المنتخبة المحلية أو الأقليم أو الجهات فعشرة الليف تسكية في هذا الحيز الزمني وتكون فيها شرط تكون من عشرة دوائر الانتخابية التشريعية وما قلش من 500 مزكي في دائرة هذه رهي فيها صعوبة 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 أو استحالة؟ صعوبة حاليا نقوله صعوبة والصعوبة ربما زادت كبيرت شوية لأنه لو تم الأعلان بصفة مسبقة عن موعد الانتخابات وانطلاق وعطاء الفرصة لبداية جمعة تسكيات من مدة كان ربما يكون الأمر أسهل لكن في هذا الحيز الزمني القصير نعتبره قصير جمع هذه التسكيات في شهر جويلية مش يكون صعب خاصة إذا خذينا بالاعتبار أنه مثل هذا المجهود يزمو مكينات في الأغلب تكون مكينات حزبية واتلافية في حين أنه نعرف اليوم كنا تقهقر الحياة الحزبية بصفة عامة عديد الأحزاب عندها مشاكل عديد الأحزاب الأخرى تقريبا لم تعد موجودة وما تمش تعويضها بأحزاب أخرى وما تمش ظهور جهات أخرى أو هيئة أخرى تجمع تعاون المترشح في القيام بالعمل هذا بخلاف البعض القليل هنا يقول لك كيف مهمة وجود الأحزاب لأنه أيضا رئيس الجمهورية لأم بفكرة الأحزاب وأصلا رئيس الجمهورية حين تراشع الانتخابات الرئاسية لم يكن وراءه حزب فعلا صحيح وهذا لا ينفل آخر هذا لا ينفل آخر اليوم عنا تجربة في تونس صحيح تمكن منها رئيس الجمهورية الحالي من الوصول إلى سدة الحكم مغيم يكون عنده مع أنت حزب قانوني موجود لكن بطلاعا على تجارب مختلف دول العالم الحياة الحزبية هي أهم مكونات الحياة الأساسية في تلك البلدان وهي التحذير في كل مرة للسلطة القادمة تكون السلطة عند اليسار عند اليمين عند الوسط كل البلاد وشنية التسميات اللي عندها لكن ما تخرش من هذه التصنيفات وهي المتور اللي مشتعطي المترشح أمكانية جمعة تسكيات خطر حتى في بلدان أخرى موجودة عملية جمعة تسكيات لإثبات جدارة المترشح فاليوم حتى جدارة المترشح إذا يكون مترشح معندوش مشاركة سياسية معندوش حزب انشط فيه وقدم أفكاره وقدم فيها يعني مواقفه وبرامجه كيفاش بش يثبت هالجدارة كيفاش أينك مواطن تونسي بقاعد في داري مش يتصل بيها شخص من الأشخاص بشي قليلا تعطيني التسكية متاعك فعلى أي أساس مش نعطيه التسكية متاعك إذا يكون شو على الأقل عنده معروف أو هاك فهذه كل تشكل بعض الصعوبات ثم في الإجراءات الجديدة منطع الهيئة العليلة المستقلة الانتخابات ثم شروط جديدة بالنسبة لجمع التسكيات وهي شروط إجرائية نعتبرها موضوعية وهامة واللي هي بش تخلي سلامة التسكيات تكون جيدة لأنه ثم صحيح وكما تحدثت الهيئة ثم إشكالات في علاقة بجمع التسكيات في المحطات السابقة فجميع الإجراءات اللي معنات قامت بها من نوع أنه وثيقة التسكية تكون عليها كوير كود وتكون يعني مشخصة للشخص اللي طالب جمع التسكيات وما يمكنش جمع التسكيات دون معرفة الشخص اللي مش يتم التسكية لي هذه إجراءات جيدة تحمي هذه التسكيات لكن نقول الإجراءات هذه مع الحيز الزمني القصير كيف كيف مش تتشكل صعوبة من ناحية أخرى في علاقة بجمع هذه التسكيات قد يشكل صعوبة للهيئة في التثبت منها زيدا؟ لا بالعكس هي مش سهلة مش سهلة على هيئة عملية التثبت وتسهل بالقدار بالقدار لكن اللي نقول صعب على المترشح جمعها المترشح جمعها جمعها حتى اللي جمع التسكيات في المدة القريبة دا وممكن يخدم في باله بنفس الموديل القديم شي رقى روحه ما نجمش يستعملها لأنه يجب أن يستعمل نموذج خاص بها بات تجديد ويكون مع أنت برسوناليزي لي هو بالذات وحتى مجمع التسكيات يكون معها موجود الاسم منتعه فإجراءات حماية جاية لكن للأسف جات في إطار زمني ربما مش يكون قصير ومش يشوفوا زلك تفكير تأثيروا على عدد المترشحين أكيد مش في الهيامات هذه اللي ناوي مش يترشح مش يطلب الوثيقة هذه مش يتوجه للهيئة مش تتضر له وثيقة ولا أنموذج خاص به هو مش نعرفه قدش نطلقوا ملول في طلب هذه الوثيقة قدش وصلوا قدموا ربما مطالب الترشح وقدش في الأخير مش يكون ثم مطلب مقبول في نتيجة نهائية هذا بالنسبة للتسكيات بالنسبة للبيتروات راوى أنه على الهيئة أنها تفسر كيفاش ممكن المترشح اللي في السجن يتحصل على البطاق عدد ثلاثة ولا المترشح اللي خارج البلاد شوفون حتى فيما يخص الجنسية لأنه مطالب بإثبات جنسيته وجنسية أولياءه وجدوده اللي هو تونسي دون انقطاع نبدأ بالجنسية الجنسية ثم تغيير هام بالمقارنة بما سبق اليوم فقط يجب أن يكون مترشح عنده الجنسية التونسية فقط مش ممكن يكون عنده جنسية ثانية بخلاف الجنسية التونسية والجنسية هذه التونسية يجب أن تكون للأب والأم ثم للجد والجدة للأب والأم ويلزم إثبات امتاحها طريقة طرق الإثبات عديدة ثم مضمون الولادة ثم مضمون النسبة هذا للأب والأم ثم مضمون وفاة تكون فيه تونسيس على الجنسية نعم مش شهادة في الجنسية ثم زادت شهادة في الجنسية ثم طرق مختلفة ثم حتى بطاقة تعريفة وطنية وباسبور فيه معنات الجنسية تونسية يتم الاعتماد متاع كان نرجع ونحلوه عليش فقط عندك جنسية تونسية لأنه نعرف عنا عديد المواطنين التونسة اللي عندهم جنسية ثانية ربما تحصر عليها بطلب منه وبعض الآخر تحصر عليها بسبب إقامته عنا عديد المواطنين في مثلا في أوروبا اللي تحصلوا من الجيل الثاني خاصة والثالث والرابع بالولادة اللي تحصلوا عليها الجنسية فربما يرجع نعودوا لزم تفكير في النقطة هذه خاطر يعايشين البرا مش بهين كان في النقطة بحثونا دولارات وقروات لكن زاد عندهم الحق المشاركة ونقطة ربما للتفكير مرة أخرى وربما كيفش نعرف كيفش بش تكون الإجراءات هذه معناها هل أنه هذا اللعب محمول على الهيئة على رئاسة الجمهورية على وزارة الداخلية كيف هو اللعب بالأساس محمول على المترشح هو اللي مش يقوم بكل هذه الإجراءات سؤال معقول ومنطقي لأنه شفنا الهيئة في انتخابات الفارطة على الأقل واللي قبلها قامت بتسهيلات لتسهيل عملية جمع التسكيات أو من هذه الشيئ أو حتى يعني التعريف بالأمضاء هل ستكون ثم إجراءات بمناسبة الانتخابات الرئاسية لتسهيل الحصول للبطاقة عدد ثلاثة لأن البطاقة عدد ثلاثة ومجب تشعر السؤال التصنى بهم يقولوا ما كانش من الواجب ولا من المتأكد طلب البطاقة عدد ثلاثة خاصة وأنه الدستور لم ينص عليها كأحد الشروط وكان بالإمكان أنه الهيئة تتثبت من الحالة المدنية وسياسية وتتثبت هي مع الإدارات التونسية الموجودة لكن المتلاشة يتقدم تجم هي تتثبت مع الإدارات التونسية ومختلف الإدارات كله في اختصاصه اليوم تم إضافة البطاقة عدد ثلاثة فمش نعرف هل ستكون تم إجراءات خاصة أنه متقدمين للترشح للانتخابات الرئيسية يتم امدادهم بهذه البطاقة في وقت مجال معين باش ما تفوتش عليه الجال الترشح ويلقى روحه مازال ما تحصلش على البطاقة عدد ثلاثة فنستنى قرارة جديدة على هذه المستقل الانتخابات لم يتم الحديث في هذه النقطة لكن من خلالكم ربما نوجه هذه النقطة إلى الهيئة ولو قالت أنه هذا مش مجال اختصاصي أني نوضح الإجراءات الإدارية على الأقل حد الآن نقطة أخيرة أهمية المناظرات الرئيسية المناظرات الرئاسية هي أحد الأشكال من طالح الحملة الانتخابية وربما من الأهم أصبحت اليوم حتى عالميا تشوف المناظرات الرئاسية أو حول الانتخابات الرئاسية في العالم هي تشكل تقريبا الخطوة الأخيرة والأهم في الحملة الانتخابية هي المحرار الأخير للمواطن من خلال المتابعة لأن المناظرة نعرف أنها ليستوصل لأكبر عدد من المواطنين ليستوصلوا أي شكل من الأشكال الحملة الانتخابية الأخرى أن المناظرة نفسها ليستوصل المجال من خلال أسئلة مباشرة تسأل للمترشح هذا للمترشح هذا القادمة تقليد جميل من الواجب محافظة لي تقليد جميل وهو تم تنظيمه سابقا في الانتخابات الرئاسية وتم حتى وضع قرار بالنسبة لي ف نطالبه وندعو إلى مناظرات بين المترشحين الانتخابات القادمة يتم تنظيمها وتشريك المجتمع المدني ربما حتى في الأعداد لها لضمان نزاهتها وشفافيتها وأنها تعطي لكل المترشحين متساويين أثناء هذه المناظرات شكرا ليكسي بسام معت الرئيس منظمة عتيد لمراقبة الانتخابات ألاحظوك معنا على كل هذه التوضيحات